السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة سوق السلاح اليوم بنتكلم على المسدس التوكاريف او المسدس الخطة العريض اللي نسميه احنا في اليمن خطة عريض المسدس توكاريف مسدس نصف آلي نعني نصف اثماتيك بمعنى كلمة نصف اثماتيك يعني جرد ما تغطوه وتعشق الطلقة تدخل الطلقة في بطنه تضغط المقص يطلق الطلقة ما عد يحتاج انك تتعشقه مرة ثانية او انك تدخلها مرة ثانية في بطنه هذا معناك نصف اثماتيك والاثماتيك مباشرة يضرب سريع لا هو اثماتيك اللي هو يحتاج انك تعشق السبطانة كلما طلقت الطلقة المسدس منتشر بشكل كبير ومسدس قديم وتحفة وقوة مسدس روسي طبعا في نسخ منه روسي وفي بولندي وفي صيني احنا نسميه يسموه الحطعشري اللي هو البولندي ما هو روسي هو اصلا هو حطعشري بولندي هذا مسدس روسي صاروخ ويجي منه مسدس روسي صاروخ صغير طبعا في اغلب الزبائن بحاولوا يتأكدوا اذا كان هذا مسدس وكاله او لا المشكلة مش مشكلة يعني نظرا لان المسدس قديم الصنع ومنتشر بشكل كثير في احتياطات عند شرائك لهذا المسدس اولا قبل ما تشتري المسدس ضروري تفحص المعصورة حقه المعصورة حقه السيوف بجي سيوف داخل المعصورة ضروري تكون باينة وتعايرة بالطلقة حقه تعايرة الطلقة الى ما كانت شيء طلقة بتدخلها داخل فهذا يعني عادة المسدس لا بأس فيه والارقام حق المعصورة وارقام الترباس وارقام ايش الجسم الخارجي والارقام اللي تجيهنية اللي هو تجي من حوتها هذا حق الحاملة حاملة السبطانة حاملة المعصورة ايضا بالنسبة للمسدسات اللي موجودة عندنا في اليمن نسبة كبيرة منها بتجي معرضه كيف معرضه يعني انه كان خط النميم الخط النميم اللي هو الاهاري اللي زياد مبرد هذه الرشخات بتجي نحيفة وعرضوها يعني بردوا هذه المنطقة وعرضوها بهذا الشكل في ورش علشان يبيعوه على اساس انه خط عريض لانه سعره ازيد من الخط النميم ففي احتياطات هذي علشان تشوفها شوف الساقية هذي وتلاحظو هذي الساقية هذي الساقية هذي الساقية هذي اللي هي حق الحامل حق الصبر تشوفو هذا الحين يا جماعة الخير في الخط العريض الوكالة تشوف مستوى هذا الخط هنا في هذا المكان شوية تشوف هذا الخط هذا الخط تجي تشوفه بهذا الطريقة بهذا الطريقة بتشوف انه اذا كان الخط العريض وكالة اللي بات الشريحة ومسدس فضروري ان هذا المنطقة هذه المنطقة السماكة يعني السماكة هالظاهرة منها تساوي السماكة هالظاهرة فيها لي بتشوفها بالعين المجردة يعني مباشرة نفس السماكة بينما في الخط العريض اللي هو على اساس انه خط عريض وهو كان خط نميم وعرضوه تشوف هذا الشيء هذا المكان في هذه المنطقة تشوفوه يا سيدي على اساس لانهم بردوه صنفره يعني ورجعوا يرسموا هذه الخطوط تشوفها المنطقة هذه نحيفة انحف من هذه المنطقة انحف من هذه المنطقة نفس الكلام بالنسبة للجنب الثاني تشوف هذه المنطقة يعني سماكتها انحف من السماكة في هذه المنطقة هذا بالنسبة لكيف تعرف انه خط عريض وكالة او معرض طبعا وفي ايضا اللي هي يسموه مطبوع على اساس انه بيفعله خط عريض ويطبعه اللي يجي على اساس انه خط عريض يعني يبتع على اساس انه خط عريض طبعا العين المتدربة تعرف ان هذه الارقام وكالة تشوفها بالنظر واذا فيها يعني الارقام بتشوف بتشوف الارقام فيها نسب متفاوتة يعني ما هي بنفس المقاس في كل مكان ما هي بنفس المقاس في كل مكان يعني في كل الرقام تعرف انه هذا مباشرة تعرف انه ايش طبعه وهو ما كان على اساس ما كان خط عريض طبعه الارقام وعلى اساس بيطبعوها حط عشر لانه الحط عشر دائما بيجي اغلى من الصاروخ طبعا في حط عشر صيني وفي حط عشر روزي معروفات في فوارق فيهن نورينكو شركة نورينكو وفي منها الان نسخ جديدة موجود فيها ابو امان على اساس انه فيها امان والاسعار ما هي يعني مختلفة بين بيناتنا لانه البضاعة حلوة جدا حق نورينكو ومقارنة في الاداء نفس الاداء حق الروسي ونفس الاداء حق البولندي وبنزل لكم على اساس انواع فيديو اخر انواع التكريف الحط عشر اللي هو البولندي والروسي الصاروخ وفيه كمان النجمة اللي هو على اساس انه صنع ايام الاتحاد السوفيتي فكان يطبع فيه نجمة من المصنع طبعا بعد ما اتفكك الاتحاد السوفيتي رجع تصنع منه روسيا صاروخ جاء فيه مسجل يعني مرسوم هنا صاروخ وفيه حطاش اللي هو الحطاش عدا هيجي انواع فيه ابو خمسة ارقام وفيه اربعة ارقام والدرجة الاولى اللي يجي سبعة ارقام وكل واحد له سارة يعني الاختلافات فيه عشرين تقريبا فيه عشرين الف ريال يمني ثلاثين اربعين بالكثير يعني ما يقارب خمسين دولار الى ستين دولار سعر الجديد الان منه غالي يعني بالنسبة لهذا الايام سعره في حدود ثلاثمائة وخمسين هذا ما حبنا ننوه فيه وعذرونه اذا فيه تكسير واذا فيه اسئلة بان نزل اكتبوها في التعليقات وبان نزل لكم فيديوهات ثانية ولا تنسوا الاشتراك في القناة واضغط زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من عندنا ودعمونا شجعونا ننزل فيديوهات اكثر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة